الدكتور علي المصالحي وزير التموين والتجارة الداخلية وصل النهاردة لمحافظة الوادي الجديد لوضع حجر أساس بعض المشروعات التابعة للوزارة وافتتاح صومعة تخزين الغلال بمركز الخارجة وزيارة وزير التموين للوادي الجديد بتشمل افتتاح صومعة تخزين الغلال بمركز الخارجة واللي هيتم تخزين الغلال فيها لأول مرة السنة تكلفة الإجمالية 150 مليون جنيه وبتسعى لتخزين 45 ألف طن أمح بالإضافة لوضع حجر أساس المنطقة اللوجستية بطريق الخارجة الدخلة وتفقد مول المصرية ماركت التابعة للتموين للاتمئنان على توفر السلع والمنتجات الغذائية بكميات بتتناسب مع المستهلكين وده بجانب تفقد معرض بيتبع إحدى الجماعيات بالخارجة